موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في كشك الصحافة ونصلت الضوء من خلاله على أبرز عنوين أخبار الصحافة اليمنية والعربية والبداية من موقع الموقع والذي ركز على آخر التطورات في الساحة اليمنية المبعوث الأممي يقدم لوفدي الشرعية والانقلاب خطة أمنية مفصلة حول ترتيبات الأمنية خلال الفترة المقبلة وعنون الموقع العميد عسيري عملياتنا ضد الإرهاب مستمرة في كل المدن اليمنية وعلى الميليشيا ألا تختبر صبر المجتمع الدولي وفي التطورات الميدانية الميليشيا تستحدث نقطة تفتيش بمدخل مدينة يريم بمحافظة إب وتقوم باحتجاز المارة ومن العنوين إلى التفاصيل حيث ركز الموقع على خبر إدانة نقابة الصحفين حبس الصحفي سامي نعمان ويقول الموقع دانت نقابة الصحفين اليمنين بشدة قيام الميليشيا الحوثية بمدرية ماوية بمحافظة تعز باختطاف الصحفي سامي نعمان وسجنه تحت ذرائع ومبرارات واهية هدفها إسكاته وأوضحت النقابة أنها سبق وأبلغت الجهات المعنية أكثر من مرة بالتهديدات التي يتعرض لها الزميل نعمان إلا أنها لم تقم بدورها واعتبرت النقابة اختطاف الزميل سامي نعمان انتهاكا صارخا لكل الحقوق الإنسانية محملة للميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياته مطالبة في ذات الوقت بالإفراج الفوري عنه وبدون قيد أو شرط وأكدت أن هذه الاختطافات خارج إطار القانون من قبل ميليشيا ليس لها أي صلة بالقانون مشددة على أنها لن تسكت عن هذه الإجراءات القمعية للصحفين بعد أن تمادت هذه الميليشيا في تدمير مداميك الحريات الصحفية ونتحول إلى موقع يمن مونيتور ونستعرض فيه أبرز العناوين ومنها مصدر طبي وسكان سبع جرحة في قصف حوثي عنيف طال أحياء سكنية بتعز وعنون الموقع البرلمان العربي يشيد بدور قوات التحارف العربي في محاربة الإرهاب باليمن وذكر الموقع أيضا مركز تربوي الحوثيون صادروا أكثر من ثلاث مليار ريال أكثر من ثلاث مليار ريال من مستحقات المعلمين اليمنيين وننتقل إلى التطورات السياسية وركز الموقع على تفاصيل دعوة مجلس الأمن بوضع خارطة سحب الميليشيا وتسليم السلاحي ويقول الخبر أصدر مجلس الأمن الدولي في نيويورك بيانا رئاسيا حول اليمن أعلن فيه عن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بإعداد خطة لسحب الميليشيا وتسليم الأسلحة وإعادة إطلاق الحوار الوطني في اليمن وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم خطة إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما مع تحديد الكيفية التي يمكن بها لمكتب المبعوث الخاص أن يدعم المرحلة التالية من عمله مع الأطراف كما أكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة إقليمه وطالب الأطراف اليمنية بوضع خارطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية المؤقتة ولا سيما على المستوى المحلي وعمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وشدد مجلس الأمن في البيان الرئاسي الذي تبناه على القرارات السابقة التي اتخذها المجلس بشأن اليمن والبيانات الرئاسية مشيرا إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته وآلية تنفيذها ونتائج مبادرة الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدا أنها أساس للمفاوضات وتسوية الأزمة اليمنية الموظفون في زمن الحرب تحت هذا العنوان كتبت افتخار السامعي مقالا في يمن مونيتر وتقول الكاتبة الموظفون في زمن الحرب عنوان يختفي خلفه الكثير من القصص ويلخص مأساة فئة كبيرة لم تحظى بالاهتمام إنها الحرب بكل وجوهها القبيحة ما تركت ولم تترك مجالا أو جانبا إلا مسته بالبأساء والضراء هي الحرب بكل ما تحمله من قصوة وإرهاب وعنف محال أن يحمل مشعلوها الورود والأكثر استحالة أن يزرعوا الابتسامة فهم لا يجيدون شيئا أكثر من اقتلاع الزيتون وذبح حمامة السلام بل قل ذبح الآدميين إن شئت هي الحرب القبيحة والمتحاربون صانع القبح ومهندس فشل الأوطان قاتلوا والأحلام وزارع الجريمة والحاصدون ثمارها نحن فحينما تشعل الحرب تتكهرب حياة الناس ويرسم الألم واليأس تفاصيلها ويسود الخوف والترقب من المستقبل على الجميع تقريبا ولكننا اليوم نصلط الضوء على الموظفين كمأساة للحروب القدرة فالموظفون لا سيما في بلاد اليمن الحبيب والوطن العربي عموما تبدأ معاناتهم من قبل الحرب حيث تبدأ من النكران لجهودهم وعدم التقدير لما يقومون به وهم في معظم الحالات يعملون في وظائفهم التي يعملون بها لتأمين حاجتهم وحاجة أسرتهم ولتأمين المستقبل لهم أيضا فلك أن تتخيل حال الموظف المسكين الذي أذهب إخضرار عمره في سبيل البحث عن عمل أسد به رمق حاجته وما إن وصل إليه حتى نزع منه كما ينزع الطفل من صدر أمه وإن مصيره يا ترى؟ هل ترقى إلى مرتبة أعلى؟ أما موقع التغيير نت فقد طالعنا بعناوين وأخبار متفرقة وجاء فيه الرئيس هادي التطرف والإرهاب دخيلان على مجتمعاتنا وشعبنا في أشيان الميداني إفشال محاولة تسلل في غرب المدينة وهدوء حذر يسود الجبهات الشرقية بتعز وعنوان الموقع الرئيس هادي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات في مناصب عسكرية عليا وفي التفاصيل نقرأ في الموقع خبر انسحاب مرشح اليمن لمنصب اليونسكو ويقول الموقع أصدرت مجموعة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بيانا رحبت فيه بقرار اليمن بسحب مرشيحها سعادة السفير الدكتور أحمد الصياد المندوب الدائم لدى اليونسكو لصالح الدكتور حمد بن عبد العزيز الكاوري مرشح دولة قطر مديرا عاما لنيونسكو وأكد البيان الذي وقعه ممثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن المعتمدين لدى اليونسكو أن المبادرة اليمنية جاءت رغبة في توحيد الصف الخليجي وانطلاقا نحو توحيد الصف العربي لأن تعدد المرشحين العرب لهذا المنصب الدولي الهام قد يؤدي إلى فشل الجميع وتابع الموقع كما تؤكد التجارب الانتخابية السابقة أنها تأتي لقناعة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية أن يكون لها موقف موحد من انتخابات المدير العام لليونسكو باعتبار ذلك يشكل خطوة نحو البحث عن موقف عربي مشترك يراعي التناوب في استحقاقات المناصب الدولية بين أقاليم العالم العربي ونتحول إلى موقع مارب برس ونقرأ فيه اللواء حسين عرب تطهير المكلة صفعة للانقلابيين والقاعدة صنيعة المخلوع صالح وجاء في الموقع الوفد الحكومي يسلم ولد الشيخ تقريرا بخروقات الميليشيا الانقلابية في ست محافظات وفي تطورات السياسية الوزير المخلافي وافقنا على كل مقترحات الانقلابيين وهم يتراجعون عما يقترحون وهذه هي أسباب صبرنا ونتناول الموقع في خبر التحذيرات التي أطلقتها بريطانيا بشأن اليمن ويقول الموقع حذرت الحكومة البريطانية من مأساة حقيقية إذا ما أصبحت اليمن أرضا خصبة للإرهابيين وتداعيات التي يمكن أن تنجم عن استمرار غياب الاستقرار في اليمن كتعزيزات قدرات التطديمات الإرهابية داعية جميع الأطراف اليمنية إلى احترامه في إطلاق النار والالتزام بالمحادثات في الكويت وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سامويل إن غياب الاستقرار على المدى الطويل في اليمن قد يزيد من خطر القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش في اليمن ويعزز من قدراتهم مشددا على أن تصدي لمثل هذه التهديدات الإرهابية لا يزال على رأس الأولويات لدى الحكومة البريطانية وأضاف سامويل في تقريد الحكومة البريطانية أن محادثات السلام اليمنية في الكويت قد تكون نقطة تحول لليمن حيث يتعين على كافة الأطراف المشاركة في إيجاد حل سياسي وإنهاء الصراع يشكل بناء عبر الوصول إلى اتفاق يسمح باستيناف حوار سياسي شامل كما أشار المتحدث الحكومة البريطانية إلى أهمية استبدال القتال بالمحادثات لافتا إلى أن بريطانيا تدعم عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاصة إسماعيل ودي الشيخ أحمد وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتشجيع الأطراف على الانخراط بحسن نية من دون شروط مسبقة واحترام وقف إطلاق النار ونذهب إلى موقع المصدر أولاين ونستعرض فيه أبرز ما جاء في صفحتها الرئيسية قائد المنطقة العسكرية الثاني اللواء البحسني يعلن حضر تجوال الدراجات النارية بالمكلة ليلا ويدعو الموظفين لمباشرة أعمالهم في سياق المتصل الجيش ينتشر في مدن ساحل حضر موت وغارات للتحالف تستهدف مسلحي القاعدة الذين فروا من المكلة وفي الجانب السياسي وزير الخارجي الحوثيون يرفضون الدخول في جدول الأعمال المفاوضات من أجل استمرار الحرب ونقرأ في التفاصيل التي وردت في الموقع عن تصريحات الرئيس هادي بشأن القاعدة ويقول الخبر اتهم الرئيس هادي الانقلابين بالتلاعب بأوراق وخلايا التطرف والإرهاب من أجل خلط الأوراق في اليمن وقال خلال اجتماع بمستشاريه إن التطرف والإرهاب دخيل على مجتمعنا وشعبنا وأوضحت معطيات الأحداث بأنها أوراق وخلايا كانت بيد الانقلابين لتحريف الواقع وخلط الأوراق وهذا ما مثل الصدمة لتلك الميليشيا بعد دحر تلك العناصر وهو الأمر الذي انعكس بفرضهم أمس على طاولة الحوار بالكويت إصدار بيان يدعم العملية العسكرية ضد الإرهاب وقالت وكالة الأنبال اليمنية عن الرئيس هادي اتضح جلياً للمجتمع الدولي ارتباط الحوثيين وصالح بالمجاميع الإرهابية للقاعدة وداعش التي تمكنت قوات الشرعية والمقاومة الشعبية وقوات التحالف من دحرها والحاق الهزيمة بها في محافظتي حضر موت وأبيان الحوثي والقاعدة تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالاً نشره موقع المصدر أونلاين ويقول الكاتب الحوثيون في الكويت يعتبرون توجه الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي لاستعادة المكلة من يد القاعدة يعتبرون ذلك عدواناً ويرفضون تأييد عمليات المكلة هل عجب أنهم يوم أن كانوا يقاتلون أنصار الشريعة قبل أكثر من عام؟ ويوم أن كانت الطائرات بدون طيار الأمريكية تعطيهم الغطاء الجوي؟ يوم ذاك لم يقل الحوثيون إن طلعات الدرونز عدوان وخرق للسيادة على كل الحوثيون شعروا بالغيظ أن يتوجه الجيش والتحالف لمواجهة القاعدة لأن ذلك يفقدهم مصدر تكسبهم السياسي أمام الغرب باعتمادهم وكيلاً معتمداً للحرب على القاعدة مواجهة الجيش والتحالف للقاعدة في المكلة وغيرها تفقد الحوثي حجته عندما يمارس لطمياته حول أن الحرب على ميليشياته سمحت للقاعدة وداعش بالتمدد وهو أمر يوجد وكلاء الحوثي الترويج له هذا التهويل الحوثي يسقط اليوم ارتباك الحوثي دليل أنه يخدم القاعدة مثل ما أنها تقدم له طوق نجاته لا يوجد ما هو أسعد للحوثي من أخبار استيلاء القاعدة على مدن في الجنوب ليروج أن الجنوب موطن القاعدة وأن شرعية لا تستطيع السيطرة على المناطق التي تضطرد منها الحوثيون يريد الحوثي أن يقول إما أنا أو القاعدة يريد أن يقول إن شرعية هي القاعدة وإن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هي ميليشيا داعش اليوم يرى الحوثي كل دعاياته تنهار مع تقدم الجيش الوطني مدعوما بطائرات التحالف في المكلة وجعار وزنجبار والحوطة وغيرها من مدن البلاد مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ونعود للاستعراض أبرز ما تنوته للصحف العربية في عددها اليوم ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية والبداية من صحيفة الجريدة الكويتية والتي عبرت عن استياءها من تصرفات وفد الميليشيا الحوثية وعنونتها قات وصرخات حوثية بالكويت وتقول الصحيفة الكويتية تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور قالوا أنها تظهر أعضاب اللجنة الإعلامية المصاحبة الوفد جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الذي يشارك في مفاوضات السلام الحالية مرددا الصرخة الحوثية بأحد شوارع الكويت وذكر التقارير نقلا عن مصادر قريبة من المفاوضات أن الوفد اقترف عددا من التصرفات المثيرة للاستياء والتي كان من أبرزها تناول القاتل الذي أحضره معهم رغم تصنيفه ضمن المواد المخدرة بالكويت وأفادت المصادر بأن عضوا بارزا في وفد الميليشيا أصر على حضور جلسة مساء أمس الأول وهو يطعط نبتة القاتل وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة الإعلامية تعمدوا إثارة الشغب في قاعة المؤتمرات الصحفية ورفضوا الخضوع للتفتيش عند دخولهم المركز الإعلامي إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت الاستياء الكويتي من ترديد وفد الحوثيين للشعار الذي عرفت به الميليشيا الحوثي ومن قبلها ما يسمى بالثورة الإيرانية وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من المحادثات أبدى مسؤولون كويتيون تبرمهم الواضح من تصرفات يمارسها أعضاء وفد الحوثي وصالح والتي تتنافى مع قوانين البلد المصطديف للمشاورات وتفيد صحيفة القدس العربي في حركة استفزازية نشر أفراد الوفد الحكومي صورا لعدد منهم وهم بجوار الفندق الذي يقيمون فيه يرددون الصرخة شعار الثورة الإيرانية الذي اعتمدته جماعة الحوثي المسلحة شعارا لها واعتبر قياده في وفد جماعة الحوثي تأديه الصرخة في الكويت نصرا للمستضعفين قائلا على صفحته في فيسبوك صرخة الحق دوت اليوم في قلب عاصمة الكويت وغدا يعلم الله أين سيطلقها أنصار المستضعفين العربي المعلق حدائق بابل وعمارة اليمن تحت هذا العنوان كتب الجزائري عبد الحفيظ بن جلولي مقاله في القدس العربي والذي ركز فيه على الأوضاع وواقع اليمن وقال الكاتب كلما تأملت الراهن العربي تبادر إلى ذهني سؤال التاريخ والمصير وضمن هذا وذاك سؤال المدينة العربية العريقة وعلاقته بالإنسان العربي ولست أدري كيف ألحت علي خيالات اليمن وبابل راجعت ذهني وضبطت الصور وجدت خيطا يربط بين حدائق معلقة ببابل وعمارات متعالية في اليمن لكن عثرت بين المعلق والممتد التاريخيين على حالة إنسانية متهالكة نحو الدمار الشامل فكيف يمكن للشاهق أن ينتج سفولا؟ بين هذا وذاك يبث سؤال الامتداد هاجسه في مسار الأسئلة القلقة ليسوق مثال الحدائق المعلقة في بابل التي امتدت في الشاهق ولكن البابلي لم يتفطن إلى صورة البنايات العمودية كما هي في اليمن فمن أين لليمني هذه الفكرة المعمارية؟ قد يكون لفكرة اللازمن التي تحققت في نقل عرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام في أقل من رمشة من العين تفسير لهذه الظاهرة الخارقة للمعتاد فاللازمن فكرة متعالية جذبت النظر إلى الاهتمام بالأعلى ومنه فكرة الإقامة فيه لكن يبقى سؤال الهدم معلقا على أسدال سؤال البناء فاليمني راهنا يدمر بنية التعالي ويمسك برميم المدينة ويبكي على قارعة الأرصيفة الغريبة في شمال هذا العالم وكذلك العراقي يبدو أنه لم يستثمر في الحدائق المعلقة في حينها ولهذا لم يمتد نظره إلى الأعلى ونبرة الحزن المستمرة في الموال العراقية قد تفسر تجاوز البنية الذهنية لجمالية الحديقة التاريخية رغم ما لهذه النبرة من جمالية ولهذا فبغداد تدمر لأن الإنسان العراقي لم يسترد لحظته الهاربة في التاريخ والمعلقة بين حدائق الإبداع قد لا يكشف اليمن المنهار عن أي بنية معتمدة في أركيولوجيا بنائيته لأن التاريخ يرسم اليمن في مدى السعادة والحكمة فنهر الشعر والتأمل والعلم في اليمن أخذ من الشوكاني غزارته ومن البردوني حدته والنهر ذاته في العراق أخذ من ابن الهيثم إضاءاته ومن السياب عبوره الفارق في الحياة إلى صحيفة الواشنطن بوست والتي تابع تطورات الحرب في اليمن وعلقت على الهجوم الذي دعمته القوات السعودية يوم الأحد ضد تنظيم القاعدة في اليمن باعتباره تحولا مهما في جهود مواجهة وترضي القاعدة من معاقلها التي تسيطر عليها في الجنوب وجاءت بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي للرياضة حيث عبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من تحول اليمن إلى مركز نشاطة تنظيم القاعدة وأضافت الهجمات المنسقة على المناطق التي تخضى على سيطرة الجهادي القاعدة هي الأولى التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية التي بدأت حملات جوية ضد المتمردين الحوثين المدعومين من إيران من قبل عام وأضافت الصحيفة الأمريكية استطاعت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا التقدم نحو مدينة المكلة جنوبية اليمن والتي أصبحت في ظل الفوضى التي تشهدها البلاد العاصمة الفعلية لتنظيم القاعدة وتقول الصحيفة استطاعت استطاعت تنظيم السيطرة على الميناء البحرية العام الماضي في تطور أثار قلق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية واستطاع الجهاديون من القاعدة السيطرة على معظم المناطق الساحلية في الجنوب واستخدموا المكلة من أجل تعزيز جذورهم بين المجتمعات الفقيرة والمحرومة فيها وكذا التخطيط لهجمات إرهابية وعلق الصحفي هناك عن وجود الكثير من المخاوف بين المواطنين من مقاتل تنظيم القاعدة وأضاف أن السكان يشعرون بالراحة ولكنهم في نفس الوقت يشعرون بالقلق من فوضى قد تحصل نتيجة لهذا ولم يبدأ مقاتل التنظيم أي مقاومة شرسة حسب شهادات إلى الصحيفة العربي الجديد والتي تابعت الحرب على الإرهاب في اليمن وعنوانة الصحيفة نهاية حلم القاعدة بحضر موت وتقول الصحيفة ارتبط اسم تنظيم القاعدة خلال السنوات الأخيرة بمحافظة حضر موت شرقيا اليمن فيها خاصة التنظيم مواجهات عنيفة مع قوات الجيش قبل أن يسيطر في إبريل من العام الماضي على مدينة المكلة ويقيم فيها بإمارة إسلامية عاشت سنة كاملة انتهت رسميا وعمليا الاثنين الخامس والعشرين من إبريل 2016 وتضيف الصحيفة ليصبح هذا التاريخ محطة مفصلية في التاريخ المعاصر لليمن عموما وللشرق الحضرمي خصوصا نظرا لأهمية المحافظة وارتباط تحريرها من القاعدة بأجواء الحرب المندلعة مع ميليش الحوث والرئيس المخلوع صالح وما يمكن أن تقدمه المنطقة بعد تحريرها في هذا السياق وتنقل الصحيفة عن الخبير في شؤون القاعدة سعيد عبيد الجحمي أن حضرموت لم تكن ضمن أهداف التنظيم لكن فرار مجموعة كبيرة من عناصر أبناء حضرموت من السجن المركزي ساهم في تنشيط حركة الاستقطاب في صفوفه ولفت الجحملي إلى أن تغاضي الجهات العسكرية والأمنية والتي تدير المحافظة عن ملاحقة التنظيم بل تعمدها في كثير من الأحيان تقديم المساعدة له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ساهم في تقوية نفوذ القاعدة في حضرموت كتب محمد صالح المسفر مقالا في العرب الجديد عن محطات الحوار اليمني محذرا لما اعتبره تحايلا بالميليشيا على مجريات الحوار وقال الكاتب هناك مدرسة إيرانية متخصصة في فن التفاوض دربت الحوثيين تدريبا من شأن هادر الزمن اليمني وتدويخ مفاوضي السلطة والانحراف بهم عن المقاصد النبيلة التي ينعقد من أجلها المؤتمر تارة حول جدول الأعمال وأخرى حول قضايا جوهرية بغية الابتعاد عنها واستدراج مفاوضي السلطة إلى الدفاع عن مواقفهم وسيبقون يدورون في حلقة مفرغة يوافق الحوثيون وصالح على تسليم السلاح الخفيف والثقيل للحكومة والانسحاب من المدن كما جاء في قرار مجلس الأمن لكنهم يشترطون نوع الحكومة وليست الحالية وغير ذلك من عراقيل يضعها الحوثيون وصالح وأتمنى من قلبي ألا يسمح الصديق خالد بحاح باستغلاله والزج به في هذه المعركة الخاسرة فاليمن فوق الجميع والمناصف تأتي وتزول آخر القول لن يعود الحوثيون وصالح إلى طريق الحق إلا بالقوة المسلحة معهم وليس بالجدل التفاوضي ومطلوب من عاصفة الحزم حماية الشرعية وتزويد مقاتلها بالمال والسلاح النوعي قدر من مطالعة أبرز ما جاء في الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع مجموعة من الرسوم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة